بمناسبة تخليد الذكرى التاسع والستين لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بأقاليم شمال المملكة احتضر مقر عملة إقليم النظور مهرجانا خطبيا نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير هذه الذكرى تعد محطة بريزة في مصاري كفاح الشعب المغربي لنيل الحرية والاستقلال ابناء هذه الربوع المجاهدة كانوا في الصفوف الأمامية وبرهنوا من خلال هذه المبادرة الجريئة والشجاعة ومن خلال عمال البطولية التي قاموا بها على مدى تمسكهم بالمقدسات الدينية والتوابط الوطنية ودفاعهم وترافعهم المستميتين على الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة بطل التحرير والاستقلال والجلالات المغفور له محمد الخامس من المنفع إلى أرض البطن اللقاء شكل فرصة لتكريم ستة من المقاومين وأعضاء الجيش التحرير بالإقليم وتوزيع إعانات مالية على خمسة وثلاثين من أفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة